موسيقى موسيقى الأخبار النهاردة هنعمل درس حلو قوي موسيقى مبدئيا كده فايدة اللي احنا هنتكلم فيها دي اللي هي تمانين الاثين دي اهم حاجة الواحد بيلعب بيها و بيستخدمها في الدرومز تمام؟ مبدئيا لو جيت تفكر في اي حاجة بره رودي منزلين مش هتلاقي يعني سواء او 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 اي حاجة من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دي مش هتلاقي اي حاجة خالص بعيدة عنهم ومش هينفع تقامل حاجة غيرهم يعني انت روحت يمين او روحت شمال هم هم اللي موجودين تمام؟ اولا اللي هو يمين شمال يمين شمال ما حفيش حاجة بتتغير خالص اهم حاجة دايما واحنا بنعمل التمرين دا نخلي بالنا من كزا حاجة اولا ان لفل ايدا كل اتنين يبقوا ايكو البعض تمام؟ دايما اللي بيستخدم نصه اليمين هو الليدر يعني حيلاقي ان ايده اليمين دايما هي اللي فيها اكسنت اكسنت يعني خطة اقوى من الثانية تمام كده؟ فاحنا لما نجي نلعب مش عايزين يبقى فيه اكسنت تمام؟ يعني ما تبقاش مثلا ما تبقاش الصوت عامل كده جميل؟ طيب احنا عملا احنا عايزينه ازاي احنا عايزينه يبقى الاتنين اقوى البعض بالزبط تمام كده؟ ماشي ادي اول حاجة اتفقنا عليها تاني حاجة عشان خاطر الناس اللي لسه بتبدأ خالص و هم محتاجين النقطة دي يعني ازاي نمسك الستيكس ماشي عشان خاطر فيه ناس عبدة لغبط و بقى شوف فيديوهات مثلا لناس ادي هم عاملة كده دي او هنا بقينة كويس فدي دي نمسك بيها شكة وسكينة دي لما تيجي تاكل او تيجي تاكلي هنعمل كده تمام و نقطع و تمام لكن لو احنا نلعب درامز لا ما فيش كده ده مش موجود و ده ما بيطلعش و ده ما بتشنكش يعني هو في شوية اشكال كده هنطفق عليها فايه هنخلي بنا منها جدا ان احنا من عند لو حد بيستخدم الستيكس فيك فرث تمام؟ هيرو كومند الستيكس دي جدا اه هنتوا عارفين انا بلعب بفيك فرث بقى لي عمر يعني فاااا من عند الفلاج هتلاقوا فيه فلاج هنا بيبقى موجود هيبين في استيكس من كتر الاستعمال ومذاكرة بس هم بيتمسحوا الفلاجة هو تمام كده من عند الفلاج ده هنحط صوب عنا الكبير جميل بعدين عليه السبابة وصوته بالزبط تمام بعدين بقيت سوابعنا دي يدوبك بس هتمسك الاستيكس مش اكتر لكن محدش وهو بيلعب بيتشنج ويقفل على الاستيكس جامد كده عمرك محترف تكمل اغنية على بعض وحتلاقي هنا الدنيا دي بتتشنج وبتسخن وبتوجعك وجع رهيب فعشان تدجنب كل ده لوس خالص خليك ريلاكس وانت مسك الاستيكس بتاعتك تمام وهي الاستيكس بتحرك جوه هي لازم تحرك جوه معاك جده تمام شايفينها من كده كويس نتمرن ازاي عشان خاطر فيه ناس بتقعد تلعب السنجل شوية كده انا خلاص تمام وبعد هو هو بيقى بالنسبة له كده تمام انت انت ما ينفعش تقول ان انت تمام الا لما يبقى معاك مترنوم وتجرب مع المترنوم ده تمبهات مختلفة وسرعات مختلفة وتقدر انك تلعب نفس التمرين بنفس الزبطة اللي ايدك مزبوطة يعني ايدك مزبوطة فيها وتفضل تطلع بالسرعات مع كل سرعة طالما ايدك مزبوطة نفس الزبطة ونفس الراحة وما بتنشنش فاذا انت ماشي مزبوط اول ما تلاقي الموضوع بدأ يتشنج لو رحت بسرعة لو انت مثلا عايز تلعب حاجة بسرعة قوي زي ما بشوفها في ناس كثير لما بيجي يصرف حاجة او يعمل في المثل تمام او اي حاجة بلاقيه روح شايفين منظر اللي حصل ده عمرك ما هتعرف تعمل اي حاجة وانس ان انت تشنجت كده لو عايز توصل لأسرع حاجة انت تقدر تجيبها لازم تبقى ريلاكس خالص زي ما قلناها تمام في كمان حاجة كويسة او يتفيد في التمرين انا داما بتمرن بستيكس اتقل شوية من اللي بالعب بها انا كنت زمان ضد الفكرة دي بس بعد كده غيرتها لان نقيقة النتيجة بتبقى فعليا فعالة جدا تمام كده فاحنا لو حابين تجربوا الموضوع ده باجربوه ممكن تجيبوا ستيكس مقاس 2B او 5B الاتنين دول تقل شوية انا اللي بالعب بهم بتمرن بهم ستيكس 2B وبالعب اللعب بقى العادي الحافلات والبروفات وكله بقى اكستريم 5A تمام اكستريم 5A دي هي ارفع طبعا من 2B يعني الاتنين بقى واضحين الفرق واطول لما تيجوا تحطوهم جنب بعض هتلاول اكستريم اطول شوية تمام فدول بصراحة اللي انا بحبهم في اللعب جدا التوبي بحبهم في التمرين جميل بتجرب انا دايما احب في التمرين ببقى لعب اربعة تمانية تمانية سبتاشر سبتاشر تريبلت او تمانية تريبلت او تمانية تريبلت واثنين وثلاثين بحب بقى بين كلها عشان خاضر اتأكد ان ايدي مرتاحة في كله ففي كل الستين تمام؟ فانا بحب الوحدات الكتير اللي جوه الرقم الواحد تمانية تمانية تريبلت سبتاشر سبتاشر تريبلت اهم حاجة زي ما قلتلكم عشان خاطر تبقى تاخد اكتر استفادة من التمرين من اي تمرين هنقوله ان ايدك الاثنين اقل بعض يعني زي ما دي تطلع دي تطلع قدها مايبقاش فيه واحدة اعلى ومايبقاش فيه واحدة ضعيفة لان ممكن تحس ان انت قام بترفعهم الاثنين قد بعض بس هتلاقي واحدة ضعيفة لا احنا عايزين الاثنين طيب خلصت الخمسة وستين تعالوا نزود شوية روح خمسة وسبعين روح خمسة وسبعين موسيقى احنا عزيزين الاثنين موسيقى موسيقى تمام؟ انسوا انبقى بتفضل تزود براحتك خالص لغاية ما تلاقي نفسك فيه تمبو هتفضل يعني مش هيجي معك بسرعة عشان خطر سيبقى سريع عليك جدا مثلا زي مثلا لو رحت التسعين خمسة وتسعين اللي جيت مثلا نجرب لو جيت مثلا في الخمسة وتسعين لقيت نفسك مش عايف توصل لل لو مش عايف توصل لدي وايدك بتعمل الحاجات دي كلها هتلاقي فيها أصوات غريبة هتلاقي لتنين بنزل مع بعض هتلاقي ان ايدك من هنا بتتشنج بدأت تضغط على الاستيكس اكتر بدأت مش مرتاح زي ما كنت مرتاح في القبل كده يبقى انت لسه مش خمسة وتسعين يبقى ارجع تاني نزل خمسة او نزل عشرة ارجع تاني خمسة وتمانين ارجع تاني ارجع تسعين لغاية ما تلاقي التامبو التي انت مرتاح فيه يبقى نمسكه شيء وتبدأ تتمرن فيه شيء لغاية ما تلاقي نفسك ارتحت تبدأ تزود خمسة تمام؟ وانا عمدا بحب التزويد بالخمسة يعني لو بتتمرن ثمانين خمسة وتمانين تسعين خمسة وتسعين مية كل حاجات دي فجربوها وان شاء الله هتلاقيوا نتيجة سريعة جدا لان هو الموضوع عمدا بالذات لما تتمرن بالستيكس تقيلة زي ما قلنا وتلعب بالستيكس خيبية بتاعتك هتلاقي ايدك مرتاحة اكتر هتلاقي ايدك مرتاحة اسرع هتلاقي السبيد عندك بتيجي اكتر والاهم من ان ايدك تبقى سريعة ايدك تبقى مصبوطة في بقى حاجة مهمة جدا ان الناس دائما بتقعد تقولي هواحنا اخرت اللي احنا بنعمله ده ايه سوف اردكو بعد كده اللي بيحصل بتمرين ده في وسط اللعب عادي وازاي بينطبق بعد كده التمرين دي على الدرومز تمام؟ هنطبقها ممكن في وسط اللعب عادي وانت بتلعب يعني وسط اللعب عادي الخالص انت ممكن تعمل مثلا لك على هاهات او عالصنار او حاجة على تم مثلا ازاي تعمله وازاي تستخدمه في بريك ازاي تستخدمه فيل تمام؟ كل ده حورى يقولكم ان شاء الله على طول موسيقى موسيقى موسيقى